مرة أخرى شرفني ومنورني في الفقرة الأخيرة النهاردة مصطفى أشرف اللاعب المصري لاعب بروسي مونشن جلالباخ الألماني مصطفى مشرف ومنور سعيد جدا بتواجهك معي سلام عليكم أهلا بيك كله تمام؟ الحمد لله طيب أنت يعتبر من الأسماء الأكثر انتشارا بين المصريين يعني الأسماء الواعدة الأكثر انتشارا بين المصريين والكثيرين يتوقعون لك مستابع عظيم جدا مع منتخب مصر قولي أو عرفني بنفسك أكتر قولي بدأت الكرة ازاي وصلت المونشي جلالباخي ازاي بتلعب في مركز ايه زي ما قولت أنا مصطفى أشرف لعب منتخب أولومبي عندي 19 سنة مولود 2004 وبدأت كرة وانه أنا عندي 3 سنين حوالي بدأت في فريق اسمه استيغين كامب في ألمانيا من استيغين كامب لعبت 3 سنين في أمس فو ديسوك وكنا بنلعب بطولة في الفاينل لعبنا قدام منتشنغلاتبخ فلعبته كويس الفريق بغوصيا منتشنغلاتبخ كان مبسوط قوي وقالوا يكلموني ويكلموا بابايا فمنساتا وانه عندي 10 سنين تقريبا بلعب في بغوصيا منتشنغلاتبخ وبقالي 10 سنين ماشي معاه بتلعب في الفريق الأول لا أنا حاليا يعني بقالي سنتين أو أكتر بقالتمرن فريق أول وبالعب فريق أول بس معظم الوقت بلعب فريق سيكين تيم بس زي ما بقولت معظم الوقت بلعب سيكين تيم انت عندك كم سنة اللوتي أنا 19 19 سنة وصلت المنتخب مصري إزاي أنا وانا عندي 14 و15 سنة المنتخب الألماني جيهم التكلمون مع الفريق بتاعي ومنساته لعبت منتخب ألماني من وانا عندي 15 لحد تقريبا 17 و18 سنة وبعد كده قلت قعدت فكرت مع نفسي وقلت أنا تبقى حاجة حلوة قوي إن أنا هلعب لبلدي وقعدت فكرت وقلت خلاص قررت منتخب مصر قررت منتخب مصر منتخب مصر أنت المركز اللي أنت بتحبه أكتر المركز بتحبه إيه؟ أنا المركز اللي أنا بحبه بيبقى 8 بس أنا بعرف ألعب 6 و 18 أي حاجة في الخط الوسط أنا موجود لما وصلت لمنتخب الأوليمبي وأتكلم معاك الجائز الفني وربما أجواء مختلفة عن الأجواء اللي بتلعب فيها في ألمانيا عرفت تتعايش مع الأجواء هنا؟ أكيد آه يعني أنا أول ما جيت كان وكانت تتعايش معي وكانت تتعايش معي وأنا برضو كنت مبسوط قوي فالأمور كانت سهلة بالنسبة لي فكان حل وعرفت تتعايش مع العادي ما فيش أي مشكلة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم